قال بالنسبة لي فيما يخصمي أنا أنا حالتي كانت تأرجحية زي البندول هو وقف الإيماني فعلا تأرجح في حياتي هو بدأ مؤمن صلبا قويا فرحة البيقل بعدين بدأ الشك يشتاحه على كل حال لكن انتبهوا هذا الشهادة بقلمه قال لم أكن في أسرع أحوالي يوما قطوا ملحدا انتبهوا إذا أي واحد يقول لدار كان ملحدا هذا يكذب عن الرجل ويكذب عن حقاق الرجل بقلمه قبل وفاتي بثلاث سنوات قال أنا عمري في حياتي ما كنت ملحد طب إيش كنت أنت مؤمن دائما لا بدأت مؤمن قال ولكن لا أدري أغنوستك يعني لا أدري يعني شخص لا أدري لا أدري وصف يناسبني إلى حد بعيد جدا أنا لا أدري صرت متوقف ما بعرف في إله في الشي إله إيش القصة لكن من ناحية فلسفية ومبدئية يشوف أي استلزام من التطور للإلحاد إنه إذا من بالتطور تلحد قال أبدا إيش 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 لها علاقة ومن جميل ما ذكره أجتاز دارون في الأوريجن قال له كتابه المشهول جدا أوريجنال سبيسي اللي هو أصل أنواع ذكر أنه يروم ويريد ويقصد إلى أن يشيد بناء أو عمارة علم الأحياء كما شيد علم الفيزياء وعلم الكونية وعلم الفلك يعني كما أن النجوم والكواكب محكومة بقانون الجاذبية لماذا تكون عالم الخليقة محكوم بقانون آخر قانون التطور مثلا ما المشكلة قال نفس الشيء وكل فناد المضاف تصح أن تكون قوانين ربانية الرب أو جدها الرب قننها الرب شغلها ما المشكلة يعني لماذا